الاحتجاجات في العراق انفجار شعبي عارم يهدد النظام السياسي في البلاد هكذا وصف مركز صنع السياسات للدراسة الدولية والاستراتيجية في تقرير له التظاهرات التي تشهلها على دم المحافظات العراق والتي سلطت الضوء على أسبابها وتداعياتها فضلا عن خارطة نفوذ الأحزاب والقوى السياسية في البلاد وأشار المركز إلى أن الاحتجاجات هذا العام تختلف عن كونها تمثل انفجارا شعبي عارما يهدد النظام السياسي الذي يزدادها شاشة حيث زادت نسبة البطالة في العراق لتتجاوز 35% من السكان كما أن التظاهرات تأتي وسط تأزم الأوضاع السياسية بعد الفساد الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتي لم تظهر نتائجها النهائية حتى الساعة رغم مقاطعة أكثر من 80% من الناخبين ففي البصرة التي شجرت الشرارة الأولى لانطلاق التظاهرات فإن نفوذ الأحزاب فيها والتي تنظر إلى موارد المحافظة كمصادر أساسية للحصول على الثروة والقوة ضمن إطار صراعها على السلطة في العراق تسبب بتراجع كبير في توفير الخدمات والأمن ومنع الجريمة والقضاء على الفساد بدورها قالت صحيفة لاغروة الفرنسية إن التظاهرات التي انطلقت جنوب العراق تنديدا بالفساد وتفشي البطالة وتقلص الخدمات العامة لن تخدأ على الرغم من التعهدات التي قطعها رئيس الحكومة حيدر العبادي لإرضاء المتظاهرين وأرجعت الصحيفة ذلك إلى فقدان العراقيين ثقة في الطبقة السياسية الذي انعكس في المقاطعة الواسعة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار الماضي